تشكيلة مباراة الودات هتبقى عاملة ازاي؟ ولنا بقى بالأسامي كده بالأسماق سهلا الموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لجمهور اهلي اي حد ممكن اتوقع بكل سهولة محمد الشيناو حسن مرمى ان شاء الله هكون خفى قبلها بإذن الله محمد هاني في الجنب اليمين ما شاء الله مستوى طالع بشكل قوي جدا جدا خلي فترة اخيرة علي معلول في التونس في الجنب الشمال قلبي دفاع محمد عبد المنعم وانا هنتوقف بقى لهو عاوز بيبدأ محمود متولي ولا ياسر ابراهيم يعني كولر عاودنا في حاجة لهو بيلعب في القاهرة ممكن يبدأ محمود متولي عشان هو بيطلع بكرة كواس من الدفاع للوسط الملعب والهجوم فممكن نكون شوف في القاهرة متولي وياسر ابراهيم مش هكون بعيد لكن ماشي اللي هكون في المغرب هبقى بنسب أكبر ياسر ابراهيم لانهو بيعتمد على الدفاع بس يكون متراجع شوية تلاتة في نص الملعب من الله خلاف عليهم اعتقد الفترة الأخيرة مرونة عطية وحمد فتحي وقاله ديانج التلاتة ما شاء الله عامنين انسجام قوي جدا جدا دفاعا وهجوما فقدورهم حتى الناس تقولك ازاي هجوما لا لهم قدور هجومية الناس تبعين على حمد فتحي بس لا بس لو حد ركز شوية جون الأهلي التالت اللي جابه في الترجي في تونس لو نصف تكر الهجمة المرتدة ستحسين الشحات وكهربا اللي قطع الكرة أصلا كم مرونة عطية وجون الأهلي الوحيد اللي جاب في الترجي في استاد القاهرة اللي قطع الكرة أصلا مرونة عطية وراحت لبير ستاو ولعب الحسين الشحات جاب بينها هدف فكل لعب التلاتة دولة تحديدا هم أهم تلاتة في نظومة الأهلي الخط الأمامي أعتقد لها خلاف على حسين الشحات اللي قاعد اكتشاف نفسه في مركز الجناح الشمال لما أنه قطور عمره بيلعب جناح يمين أو باك يمين بيلعب جناح الشمال مع الكولر ومقادي فهي بشكل كويس جدا جدا وإنه حتى تانية بير ستاو اللي برضو ما شاء الله وصل لليفل المستوى عالي جدا جدا وفي الأمام محمود عمينام كهربا الناس كلها كنت بتقول تاو يمشي من النادي الأهلي تاو ونشوف حسابات الاتحاد الأفريقي بيشكروا فيه في كل ماتش اللاعب الأكثر مصاهمة كهربا من أكتر اللعيبة اللي تألقوا في الدور ده ده أكيد طبعا الحساب نفس بتاع دورة طول الأفريقي كتب ونزل سرعة لتاو في الماتش الأولاني كهربا من أكتر الهدفين أكيد طبعا لا بس ليه بقى تاو تاو عنده ميزة تانية غير ان هو بيسجل بيصنع فالراجل سجل أربعة وصنع خمسة فهم حتى كتبوا الأكثر مساهمة في التسجيل السنة دي فالنسخة دي تسعة تجوان جاب أربعة منه وصنع خمسة وعالفكرة الصناعة مهمة جدا جدا يعني برضو صنعة الهدف مهمة مش تسجيل بس لأنه فيش حد بيصنع بحدش هيسجل يقولك أهم من الشغل تزميط الشغل فهو غالبا دون الحداشر إن شاء الله ما يكونش فيها إصابات خلال الفترة اللي جاية غالبا دون الحداشر بتوعنادي الأهلي النحية التانية الوداد على الفكر هلعب ماتشين فقط يعني الأهلي هلعب تلات ماتشوات لسه نقول الوداد عنده ماتشين عنده ماتش يوم الأربع في كاس المغرب في دور الثمانية كاس العرش المغربي وعنده ماتش في الدوري في نفسه ديوم بتاع الأهلي آخر يوم من هو يوم الثنين قبل ما ييجي للقاهرة إن شاء الله فيه ضغط برضو على الفرق بس خليني أقولك هل تفتكر إن الأهلي هيفزل قصارى جهده عشان خاطر في ماتش الزهاب يحقق نجاح خوفا من ماتش الإياب أو عشان يتفادى الأخطاء بتاع ماتش الإياب ده أعتقد ده أمر ضروري ليه بقى الأهلي لعب الوداد في نهائيين الأخرانين لعب بعض الانهائيين 2017 ماتش كان في برج العرب وخلص واحد واحد كان سجل هدف الأهلي ربنا شفين مؤمن زكريا وبعدها الوداد يتعادل وماتش الإياب في المغرب خلص واحد سفر الوداد وفاز باللقب واللي سجل هدف وقتها وليدي الكارتي لو بلع في برامة زحلية والسنة اللي فايت طبعا اللي كان الماتش الإياب نحكي عليه مشكلة الماتش الواحد وفاز الوداد 2-0 فده النهائي التالت اللي بيجمع الفراتين على فكرة بين الاتنين النهائي دول الأهلي لعب الوداد في قبل نهائي 2020 اللي هو كان نهائي الأهلي والزمالك أو ما يطلق قدية قضية ممكن زي من النسبة تحب تسميه إعلاميا أو في السوشيال ميديا الأهلي لعب الوداد في قبل نهائي فاز عليه في المغرب 2-0 وفاز عليه في القرية 3-1 يعني قانلي فاز 5-1 من مجموعة الماتشين